اشتركوا في القناة وفي غير فصل الصيف الا ان فصل الصيف تكثر فيه هذه العادة القبيحة ونعتها بالقبيحة لان القبح في الشريعة هو ما ناقض شريعة الله وما كثرت فيه معاصي الواحد الرحمن فالقبح ليس قبحا شكليا ولا قبح الصور ولكن قبح التصرفات وقبح التصرفات ايتها ان تكون تصرفات تضاد شريعة الله الحرام والمعاصي واكبر الحرام والمعاصي الشرك بالله والاشراك بالله ذنب لا يغفر فما الذي يكثر ايا ذنب الله في هذا الصيف فيه فيكون قبيحا بانتشار الشرك فيه انها المواسم المواسم موسم سديفلان موسم سديفلان موسم سديفلان موسم سديفلان موسم سديفلان سدفلان عبد من عباد الله مات كان صالحا او غير ذلك الله اعلم به فيجتمعون في العام مرة عند قبره لا ليدعوا للأموات كما في السنة لأن في السنة أن من مات قد انقطع عمله وأن الميت يحتاج من الأحياء الذين لا زالوا يعيشون في الدنيا دار العبادة يرجون منهم الدعاء لهم في السنة يقول السلام عليكم أهل ديار المسلمين أنتم السابقون وإنا إن جاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وإن الميت في قبره أعظم ما يتمناه وقد حيل بينه وبينه أن يعود للدنيا لكي يركع ركعتين أو يقول مرة لا إله إذ الله لأنه يعرف قيمة ذلك حينما رحل إلى ربه فهم يغبطون الأحياء على الحياة التي لا زالها يعيشونها وهم غافلون عن الله لأنهم حيل بينهم وبين أن يعودوا حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي يعملوا صالحا فيما تركت وقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم المعاثون إذا زرت الميتة فعليك أن تدعو له لكننا في المغرب عياذا بالله ظهرت فينا قديما ما يسمى ببناء يتخذ على القبور يبنيوا على هذا السيد فلان فيميزونه من بين الأموات لحد الآن ما كان مشكل ولو أن البناء على القبور حرام لكن بعد البناء فقد فتحنا والعياذ بالله الباب لمن لتعظيم من بنينا عن قبره فصار الناس يتناقلون جيلا بعد جيلا الرجل صالح فإذا بالعجيال التي تأتي من بعد تجعل من صلاحه ذريعة لتعظيمه فإذا بهم في كل عام يعقدون عند قبره ما يسمى بموسم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يموت ويقول لعنى الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبر عيدا ألا لا تتخذوا قبر عيدا أي لا تجعلوا قبري عياذا بالله مكانا تجتمعون فيه مرة في العام عيدا أي تتواعدون للقاء مرة عند قبري هذا سيد المصلاح فكيف بقبور الأموات من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بقنا لبنيه وبعد ولينا نديره المواسم فيجتمعوا الناس في العام قلنا ما كان مشكل لكن ما الذي يقع في هذه المواسم أغلب المواسم نحن كان يقولك مثلا كيدورها السياحة وكذا وكذا متى كان في الإسلام السياحة وهي سبيل الالتماس الأرزاقي يكون بناء على الحرام نحن لا نطلب الرزق من الحرام أبدا أبدا فالاجتماع عند ذلك القبر بدل الدعاء له وإنما تجتمعون عيابا بالله لأمور أخرى كما سنفصل لا يتربها سيد هذا الاجتماع فينبغي أن تقاطع كل شيء يتصل بهذا العمل لأن فيه تعظيم صاحب القبر ولا يعظم إلا الله في الدنيا ما الذي يحدث هناك شوفوا كين لي عندكم 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 عنده وستاش اليوم سبعتاش اليوم ديال الموسم عندهم الله خمستاش كيلومتر كل شيء واسموها اجي طورات وفروهم كل شيء المستزامات وتتم حماياته واتوا الناس للموسم وحده باش تبغى تولد وحده بغى تزوج فينزعون فيابهم الداخلية فيعلقونها على شجارات يعتقدون أن تلك الشجرة تقضي لهم المعارب وتدفع عنهم العضرار وتجلب لهم النفع لأن شجرة سيدفلا ويتوافد عليها الناس كما قال سيدر بذات أنواط طيب بذات أنواط شجرة في الجاهلية كان العرب في الجاهلية يعلقون عليها أسمالهم وثيابهم يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إليها وإذا بها تتوسط إليهم لدى ربهم لتحقيق مآرمهم تخذونها شفعاء عند الله ووسطاء يعتقدون أن والعياذ بالله أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى القرب إلى الله إلا بواسطة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زولفا أستاذ باسمها تعالى العبادة يعني أنك كنتمشي في موت تعتقد أنها تتوسط لك هذه العبادة فأنت تعبدها لأنك تعتقد فيها دفع الضر فهذه العبادة وجلب النفع فما الذي يحدث هناك الشرك بأنواعه الكذب والدجل وأكل أموال الناس بالباطل العريو الاختلاط الفسوق الفجور كل أنواع المنكرات وأعظمها الشرك فكيف يتواطأ الناس ويسكت العلماء عن هذه المنكرات أي دين هذا الذي يرد إشاعته في بلادنا هل هكذا قال القرآن يا من تقرأون كتاب الله هم هل هذه الدولة الدستور ديالها الإسلام وتحافظ على تدين الناس والأمن الروحي وتتركهم يفعلون ذلك بل وتوفرهم كل الأجواء وتحرصهم وتشجعوا على ذلك وإن العلماء ساكتون ألسنة خرصة شغلين ديوها الدنيا شغلين ديوها الدنيا في حين أن محاضرة واحدة تمنع لتعليم الناس دينهم يطارد صاحبها ويمنع ويطلب منه أن يقوم بالإجراءات الرسمية والإدارية ومع ذلك يرفض محاضرة واحدة لتنوير الناس في بلد ديني والإسلام يتعرض لكل ضغط ولكل تمييز وتحيز فيحال بين الناس وبين معرفة كلمة الحق وتوضع بين ذلك متاريس متاريس وهذا يجيب لهم لقياطن وحظيهم ويجيب اللهم ماين هذا منكر اللهم ماين هذا منكر فيما كاين كاين هاتشي وكل شيء تعاون عن هذا كل شيء كل شيء يقولوا ما تديرش الوعدة أخلاضار لأنك ما تديرش الوعدة أمشيت فيها أخلاضار شركوا الصلاة ما يصلش وما خايفش عن سيد ربي أن أول ما يحاسب عن الصلاة وما كيصلش فلا يخاف أنه ترك الصلاة ولكن قذف في قلبه الخوف من العبد فهو يخاف أن لا يتقرب إلى صاحب القبر في كل عام ويقصده في كل عام ويذبح عند قبره في كل عام ويجعوه في كل عام يا ناطف كل العبادات التي اختص بها المولى ولا تصرف إلا للخالق صرفوها لمخلوق مات وأصبح في عداد من هو مرهون بعمله وكأني بذلك الميت لو رد الله له الروح لخرج من قبره ولا تبرأ مما يصنع هؤلاء عند قبره وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك هذا عيسى ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا ليس من حقي إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب ما قلت له اسمعوا ما قلت لهم إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيم عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا إيسى بن مريم يسأل يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله فكيف بمن هو دون الأنبياء من عباد الله المقبورين الذين هم الآن مرتهنون بأعمالهم ويودون لو أن الله رد إليهم أرواحهم ليصلحوا ما فرتوا في جنب الله وهم أحيا ونجي وإحنا نلقونا عبدهم ونجتمعوا نتقبرهم اللعام اللعام ونعظموا قبرهم بالذبيحة واحد يدي البقرة واحد يجدي يجدي مو تشوفوا الذبيحة كديرة كايشي مواسم يكلون الكبش خضر كايشي مواسم اللي محرمين فيها البصلح مر لأنكالك الجن ما بغاوش بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كايشي مواسم اللي تزوج الرجل بالراجل وقع تفتنا كبيرة وقع تفتنا كبيرة وقع تفتنا على خطاب ذيك الخيطة اللي كنا دي الخطاب وذيك شي شغل المنكرات الرسالة الأولى أيتها الحكومة وأيتها الدولة لا يمكن أن يحترم دستورك أحد إذا لم تحترمه أنت والدستور ينص على إسلامية البلال فلماذا لا تتحركون لحفظ الإسلام وأعظم ما في الإسلام التوحيد وهذه المواسم عياذا بالله فيها ما يقدح بالتوحيد من دعاء للأموات واعتقاد النفع والضر في الميت واعتقاد أن الميت يعطي ويمنع واعتقاد أننا إذا ذابحنا هناك إنما نتقرب إليه ليقربنا إلى الله كل هذا من الشرك الذي شن عليه القرآن حربا شعواه فأين أنتم من القرآن؟ العلماء أين أنتم عياذا بالله من قول كلمة الحق لتصحيح هذا الانحراف العقدي الذي يكثر في فصل الصيفي وينتشر في ربوع المغرب كله جنوب الشرق المغرب كل شيء كل شيء كذين ما فيه ما فيه ما فيه برنامج برنامج إيش يجعوا عليه؟ هذا هو دي هذو العلماء اللي بغوا يسكنوا وثالثا يا أيها الشعب اعلم أنك محتاج إلى أن تتعلم دينك تعلم دينك حتى لا تقع فريسة بأيدي من يريد أن يستغلك ويعكلوا أموالك تعرفوا؟ هذ المواسي مش كل يعايش فيهم مش كل يعايش فيهم يا في الدنيا وشكوان؟ شكوان هم؟ هما السادانة السادانة أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمنوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلاه وكيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود كيقول سادانة سبحانه وتتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا قالوا يا رسول الله لم نتخذهم أربابا قال أليسوا يأمرونكم يحلون لكم الحرام يحرمون لكم الحال فالتطيق قال لهم قال فتلك عبادتكم إياه ما كنت عبدوه يعني الشعب يتعنم والثالثة الخطبة يتعلموا شوية الناس ويحذرهم في المدون على المناكر التي تقع في المواسم قال لهم أتشيلا لكم الدراء حرام الضمحة لغير الله حرام النذر لغير الله حرام دعاء الأموات حرام كله شرك بالواحد العلام أسترقوا الدينه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله أقول كلمة عن ربي المولانا صعب هذا وجب به الإعلام هذه رسالة إلى هذا الشعب أقول الله خصنا البعدو على اللي جاء الإسلام يحاربوا من بكري إسلام من بكري جاء يحارب هذا الشي وكانت بشي تشوفوا القبرت على الصحابة ما كينيش قامد فوني ما كينيش مكاش من بني حتى لا شي واحد لا شهداء وحدوة لا والو تسلم على خير الخلق وتمشي سيدنا رسول الله بشي تسلم عليه وتقوله شزاك الله خيرا وتمشي ما تدعيه ما تقول في الرحلة وغير الرحلة فهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه المسلم حرصا على أن يحفظ دينه فإن أغلى ما يملك هو توحيد الله فإذا ذهب توحيد الله وقع في الشرك فلا خير في هذه الدنيا يشرك فيها الإنسان مع ربه سبحانه والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله